اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبير عهو الله استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021 والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهة الاتحادية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو شيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو شيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث تم كذلك تكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها وتنسيق لمبادراتها وأكد صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم أن تطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة وتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس تتغير أيضا في عالم متسارع ما يتطلب منا تواصلا ومرونة أكبر في تعاطي معها وتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب أخر وأكتسموه أن استراتيجية الاتصال الحكومي في دورتها الثالثة ستركز على أولويات وأهداف تدعم رؤية الإمارات 2021 وتبنيها أفكارا ومبادرات مبتكرة تقود كافة أنشطة الاتصال الحكومي لرفع الأداء وكفاءة العمل كما اعتمد المجلس خلال جلسته وضمن الشؤون التشريعية قرار إعادة تشكيل مجلس القوى الناعمة لدولة الإمارات برئاسة تأسم الشيخ منصور بن زيد الألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية عدد من معالي الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته تعديلات على قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتلبية الاحتياجات السكنية لهم من خلال ضمان خصول جميع المستحقين من المواطنين على السكن الملائم